اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوع بيت القصيد في هذه الحلقة نستضيف شاعرا استطاع أن يحمل جرح بلده في حقيبة تسفاره وفي حله أيضا لم ينفصل عن ثقافة مجتمع أخذ منه ما نقله إلى العربية بإحساسه العالي حتى يثبت أن العربية تستطيع أن تستوعب اللغات مجتمعة شعر هذه الحلقة هنا ضيف معنا في بيت القصيد معنا الشار محمد زكريا الحمد من سوريا أهلا بك حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد أهلا وسهلا بكم أستاذنا حياك الله وحيا الله جمهور بيت القصيد هذا الجمهور المميز لأن الشعر جمهوره مميز في كل زمان والذي يستطيع أن يتابع الشعر وأن يتذوق الشعر فهذا رجل وهذا إنسان انتقل عبر القرون وحمل لواء الحضارة بهوية تحمل عبق الضاد وتحمل ألقى العروبة قبل الشعر والكلام عنه أستاذ محمد زكريا الحمد وأنت شعر سوري برع بالترجمة تماما كما برع بكتابة الشعر قبل كل هذا كلمنا عنك قليلا في حدود دقيقتين أو دقيقتين أنت حر تفضل محمد زكريا الحمد أنا سوري درست في الأصل دراستي كانت لعلوم الشريعة نعم ولعلم أصول الفقه الذي هو علم قراءة النص وهذا في الحقيقة لا يبعد عن الشعر والشعر كان معي منذ ولادتي منذ خمس سنوات حفظت قصيدة ألقيتها والآن على أبواب الخمسين ألقي قصائدي أيضا على أبواب الخمسين تلقي قصائدك وروحك عشرينية الأثر شبابية النضرة دائما أستاذ محمد زكريا الحمد وقبل الحديث نريد أن يكون الافتتاح شعرا اقرأ علينا ما تحب من منقولك أو مقولك لك الحرية كاملة سأقرأ من مقولي هذه القصيدة هي القصيدة الوحيدة التي بقيت لي من قصائدي التي بقيت في وطني مع جراحي مع أهلي وأقربائي جمعت كل ما كتبته وبقي ورائي هناك لعله يزهر فيكون أقوانة لعله يستمطر السماء رحمة لعله يكون مع أرواح الشهداء طيرا خضرا في قلوبنا وأرواحنا قبل أن تكون في الجنة بإذن الله تفضل اقرأ علينا هذه القصيدة كتبتها في أول اغتراب لي في دمشق بعد أن ابتعدت عن قريتي التي ولدت فيها وكانت قرية بسيطة فيها نهر فيها تلة فيها سهوب خضراء تملأ النفس وتملأ العين وتملأ القلب اشتقت إليها في أيام الطلب من أوائل ما كتبت فقلت رواب الريف يا مرحى رواب الريف يا مرحى وجفن الشمس يسبيها ولحن الناي منساب نديا في روابيها جداولها تغازلني بموسيقى ترويها وأزهار ونمنمة فراشات تسليها وللأشجار أشجان بدت للريح تحكيها ترى قطعانها الجزل جسيا في مراعيها نعاج تلسم المرعى بأرض خيرها فيها مساء تزمع الرجع بقطعان يباريها خروف كم يسابقها يغني قدهوتيها ويقفز عند أوبتها يشيب رأس راعيها وتلك الدوحة الوسنى وتلك الدوحة الوسنى تداري بوح ماضيها يا سلام وتمنحني حكاياها ركاما من تجليها فكم كنا نسامرها فكم كنا نسامرها وندفن سرنا فيها ليالي الأمس أمدحها كأني اليوم أرثيها ليالي الأمس أمدحها كأني اليوم أرثيها كأني اليوم أرثيها يا الله لهذاك الحيا حيا وفد من يحييها وفد من يحييها وأنعم بمثل هذه اللغة العالية فداء لأرض لا تموت كلمنا قليلا عن تلك الأرض التي لا يزال خيرها فيها وإن عانت الكثير من الدخان والويلات أستاذنا الحبيب في هذه الأرض أرض الشام المباركة التي كانت منبت الحضارات ومنبع الرسالات الإنسان الذي في بلدنا كالأرض التي نعيش عليها خيره وافر عظيم وخيره كثير وهذه الأرض أثبتت على مر الزمان شيئين الشيء الأول أنها ثرة غنية تحفل بكل أنواع العطاء المتجدد في كل زمان الأمر الثاني أنها أرض طيبة لا تقبل الخبث يا سلام لا تقبل الخبث الغريب عن فطرتها لذلك لن يستقر فيها ظلم لن يستمر فيها ظلم لن يبقى فيها ذلك الظلم الطارق عليها وعلى طبيع لذلك لا تقبل الخبث الطالع منها وإن كان من أبناء جلدتها تمقته وترفضه وتلفضه نعم هي كذلك لأن الإنسان أحيانا قد يبتر عضوا من أعضائه أو قد يقلم ظفره إن طال وصار بشعا وقد يقص شعره إن صار غير لائق به كتب المتنبي البحتوري الأصمعي الأعشى الشعر في أزمنة مضت وفي زماننا المعاصر كتب درويش وكتب البارودي وكتب شوقي من قبله أو من قبله من قبل درويش وكتب آخرون ربما يسأل سائل ما الذي بقي من الشعر حتى يكتبه أبناء عصرنا لماذا تكتبون في هذا الزمن؟ ما العلة من التعبير شعرا؟ هذا السؤال سؤال هام جدا ومهم وكلاه ما يصح على الأرجح هذا السؤال يرد على ذهن الكثيرين في الحقيقة أستاذي نحن لو عرفنا أو عرفنا الشعر وعرفنا ما هي الغاية أو ما الغاية منه في هذه الحالة قد يكون الجواب على السؤال هينة الشعر بين فلكين فلك التعبير والإنشاء هذا عند الناظم والشاعر عند المنتج وحدود التعبير أو التأويل عند المتلقي الغاية منه غاية الشعر زوق وجمال وحفز إلى الحقيقة وتصوير للجمال ونشر للخير هذه الأقانيم التي ذكرناها تحتاج دائما إلى داعم لها ولا داعي ولا داعم كالشعر لأنه أبو الفنون الأدبية وذروة سنامها وهو الكامل العالي هو السابق والمجل في سباق الفنون كلها رغم هجمة الفن البصري واستيلائه على الساحة في حياتنا من خلال السينما والتلفزيون والأفلام وغيرها إلا أن الشعر روحه تبقى لأنها روح قديمة روح متجزرة تحملها الأجيال في جيناتها بكل لغاتها وأعلى ما في ذلك في حدود معرفتنا هو الشعر العربي الذي بقي محافظا على تأثيره محافظا على أسره محافظا على ذلك السحر الذي وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر وهنا من هذه إعجازية لم يقل إن البيان سحر لأن بعض البيان كبعض السمر لا فائدة له مر قد يلقى ولا يؤكل فقال إن من البيان لسحر وأعلى ما يدخل في هذه هو الشعر والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الشعر قال إيه يا خناس للخنساء شعرة العرب إيه يا خناس فاستنشدها مئة بيت وهي تقول هذه وهذه الذي كعب بن زهير الذي كان مهدرا دمه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده قصيداته تبدل من محكوم عليه بالإعدام إلى أن يتشرف ببردة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشعر عال لأن الشعر غالي أحسنت أحسنت أستاذنا الحبيب قبل أن نذهب إلى نقاش آخر أعطنا قصيدة جديدة مما تحب وأذهلتني كثيرا حينما استشهدت بموقف كعب بن زهير وهو صاحب القصيدة التي ضمنت ضمن المعلقات بانت سعاد في قلبي اليوم متبوله ومن عجائب هذه القصيدة أن فيها 24 بيتا يتغنى فيها بمطلعها في الطلل والنسيب يتغنى بناقته والنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ومجلسه كان جالسا يستمع إليه وهو يلقي ولم يدر وجهه عنه صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى قوله نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمون فأسبغ عليه بردته وعفى عنه إذن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم متذوق الشعر إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق ولولا ذلك لما عفى عن رجل كان دمه مهدورا كما تفضل زائقة أستاذي قبل أن ندخل زائقة العرب كانت للشعر كانت زائقة فطرية نعم لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدقوا كلمة قالها لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان أيضا زواق وناقد للشعر يعني ذكر سأل عن وفاكهة وأب قال هذا الفاكهة نعرف فما الأب قالوا الأب هو من الأعشاب للسائمة من الأنعام هو بمثابة ما يتفكه بالإنسان ليس طعاما رئيسيا لها قال ما دليلكم على ذلك فذكر له بيتا من الشعر فعندها عمر رضي الله عنه قال عليكم بديوانكم لا تضلوا ديوانكم قال أشعار الجاهلية يا سلام لم يقل الشعر فقط قال أشعار الجاهلية يا سلام هذا التراث التليد الخالد ومن الأبيات التي قيل أيضا إنها من أصدق ما قيل بيت يقول فيه صاحبه وما فقد الماضونة مثل محمد وما مثله حتى القيامة يفقد أعطنا هذه القصيدة الجميلة هذه القصيدة أنا لا أعنوين كثيرا ولكن هذه لا بأس اقرأ علينا كما تحب سميتها ذاتا عتاق ذاتا عتاق نعم حقل المنافي يعني أيضا أنا في السابق كنت أكتب الشعر المباشر الذي أكتبه في سبيل النصيحة والوعظ أكتبه مباشرا أما القضايا الكبرى غير المباشرة أكتب بطريقة تحتاج تأمل نعم أكتب طريقة قريبة من الرمزية أو إلى كثافة الصور تحتاج تفكرا من أجل تفكيك مضمونها واستيعابه تفضل حقل المنافي في عروجك أمطر فاستل منه الأفق حلما أحمر حقل المنافي في عروجك أمطر فاستل منه الأفق حلما أحمر واستلهم المعاد نص شروقه طيرا يحج إلى وريدك كي يرى يا سلام واستلهم المعاد نص شروقه طيرا يحج إلى وريدك كي يرى شوك تألها يستحل مرافئي حتى تقمصت انتمائي للزرى رؤياي فجر رؤياي فجر قد توضأ نوره بيد المطالع والظلام تخدرا يا سلام أنفاسه يعقوب أنفاسه يعقوب حين تعلقت برموشه أطياب يوسف عن برا فكوا وثاق اللحن فكوا وثاق اللحن يعبق جدولا فيه الغياب ارتد وعدا مبصرا فتعشق الأفق المسيح جناحه ينسى بضوءا في صلاتي قد سرى وافترت الخفقات يحملها الصدى تكسو سماء الناي ظلا مقمرا في مقلتيها البحر عمد ناره في مقلتيها البحر عمد ناره كنوارس معراجها أن تبحر فتحطم الخوف المحصن خلفها برعود روح بنت نجمتها الزرى فصهيل ذاك السفح عيد قيامة ناقوس حزني في سناه تسمر وأنين ذاك القيد رجع رصاصة يا الله وأنين ذاك القيد رجع رصاصة تهبوا الحياة تهبوا الحياة المستحيل ليصغر ليظل وجه الصبح يشرب من دمي ليظل وجه الصبح يشرب من دمي حتى يساوي بالنجيع الكوسرى شتان بين رواية قدسية منها الصيام على فؤادي أفطرى ورواية ملأ الضلال كؤوسها من نخبها نسب الظلام تحدرى وعلى مآذن حلمنا وئد الندى يا الله وعلى مآذن حلمنا وئد الندى من ذنبه ولد السحاب ليمطرى والياسمين الحر سمت مسافر والياسمين الحر سمت مسافر غص الطريق بعطره فتحرر ضمنتك ستقول غصة طريق بعطره فتبخر لا بأس نص جميل نص حزين على ما فيه من ترميز في بعض الصور التي تحتاج إلى تفكيك لكنه ولا شك يتحدث عن معاناة لرجل يحاول أن يصعد قمة الجبل ولم يبالي بما اعترضه من عقبات وعراقيل ولا يزال صامدا حتى يصافح الشمس التي يتطلع إلى مصافحتها عن فكرة الشعر ودور الشعر في نصرة المظلومين وإن كان الظالم متغطرسا تفضل ذكرتني بأبي القاسم الشابي ومن يتهيى بصعود الجبال يا عشاء بدى الدهري بين الحفر يا سلام بين الحفر الشاعر هو فرد من أفراد الأمة نعم ولكنه تميز بأنه لسانها الناطق وبيانها الصادق لذلك إن افترق الشاعر عن طريق الصدع بالحقائق وعن طريق نصرة المظلوم ومواجهة الظالم والوقوف بوجه الطغيان فإنه بذلك يكون قد خان أمته قد خان أمانته وقد ارتكس في حمأة من الخيانة لقضاياه لذلك الشاعر الذي يعني يحب أن يكون خالدا الذي يحب أن يكون متصالحا مع قضيته متصالحا مع مبادئه فإنه لا بد أن ينفعل بما نعم تنفعل به أمة قل لي بربك الشاعر الذي يرى دماء الأبرياء تجري في الطرقات الذي يرى أشلاء المظلومين تتطاير في الهواء بعد التفجيرات الشاعر الذي يرى دمعة اليتيم ولا يد تمسحها الذي يرى الأرمأة وإعوازها ولا يد تمتد إليها لتمسك بها وتلبي حاجتها وتسد رمقها لتبقى على الحياة حياة كريمة ليست أي حياة عندما نرى الشاعر لا يبالي بكل هذا بما يتغزل ماذا يفعل عن أي شيء يتحدث وقد قال العز بن عبد السلام يوما الخطيب الذي طبعا الخطيب والشاعر كلاهما كان لسان الأمة لأن الخطاب أحد الأنواع الأدبية المهمة كما تعلمون يقول الخطيب أو الواعظ الذي يكلم الناس عن أحكام مثلا البيع والشراء في زمن الغزو هذا خطيب خائن فنحن كيف لنا أن نسلم لشاعر صدقه وأمانته وثباته وهو بعيد عن هؤلاء بل ومن الشعراء ومن الأدباء من يناصر الظالم من يقف في صف الطاغية من يبرر للظالمين ظلمهم بل ومنهم من يلوم اليتيم على دمعته ومنهم من يلوم الساكلة على أنينها ومنهم من يلوم الشهيد على دمه منهم من يلوم الأرملة على إعوازها ويحملها ذنب ما هي فيه ذنب ما اقترفت يد من يقف بجانبه فعن أي شعر وعن أي أدب نتحدث بربك قولي نتحدث عن الشعر القيمي الشعر المبادئي الذي يلتزم ومبدأ ولا يسقط قيمة عالية الشعر الرسالي الذي يسعى إلى تفجير الطاقات في صدور أبناء هذه الأمة يدلهم على الطريق المستقيم يدلهم على الحق الذي ينبغي عليهم أن يتشبثوا فيه ولا يتنازلوا عنه لا يساوم حتى وإن كان دمه دليلا فاعلا ليصدق كلمته التي كتبها بالحبر وبالتالي يكتب بحبرين حبر قلمه وحبر دمه إلى حبر قلمك وأطال الله في عمرك لذلك قالوا يعني كان هناك شيء من المحاورة وشيء من المقايسة بين مداد العلماء ودماء الشهداء أيهما أزكى فهذه المقايسة التي ذكرتمها هي عنوان عريض للنقاش كان في يوم من الأيام أعطنا قصيدة جديدة من خلالها نذهب إلى جانب ربما كان خفيا والآن سيبدو جليا بعد قراءتك لهذه القصيدة اقرأ علينا ما تحب تفضل أستاذ محمد هذه القصيدة أيضا ليست بعيدة عن موضوع أنا يعني ما كتبته في المراحل المتأخرة بعد الثورة السورية كتبته كله للأمة وللوطن ما كتبته تقريبا شيئا آخر هذه أصداء دمعه يا سلام جميل العنوان لا تحبس الليل لا تحبس الليل فالأفقان قد برئ وعقد له الدمع معادا به بدئ مرساة هدبك كم ترتادها سفني فيها الحنين شراع بعد ما صبأ صبأ بمعنى أنه حاد عن الطريق أو تنكر لمبدأه فيها الحنين شراع بعد ما صبأ أهرقتها سفرا أهرقتها سفرا فقتاتها حلمي واستل صبري وسور القلب قد رزأ يا الله سفر الشفاه يداري لون غصته وحيا يتيما بعين الشمس ما قرئ سفر الشفاه يداري لون غصته وحيا يتيما بعين الشمس ما قرئ أغمط رؤياي عن تعبير صمتهم فالحق يوسف والسجان ما فتئ نعم أغمط رؤياي عن تعبير صمتهم فالحق يوسف والسجان ما فتئ يا إخوة الطين يا إخوة الطين والإبحار خيمتكم ملء الليالي وشط حبله نسئ إن الصباح إن الصباح لديه الوعد مرتقب فليرحل اليأس إن الفجر ما نسئ إن الشآم تمد العين نازفة هل تمد العين؟ يا الله إن الشآم تمد العين نازفة فالياسمين إلى ألوانه ضمئ درب تضلع من أرواح مئذنة كأس القيامة بالآهات قد ملئ والشمس تزرع في أنواء خاطرها والبدر ينقل عن معراجها نبأ فليشهد النجم أن الشام منبته يا سلام فليشهد النجم أن الشام منبته رغم المنافي سماء الخلد قد وطئ سماء الخلد قد وطئ يا سلام ما أجمله من نص أستاذ محمد الزكارية يعني ما أتعسه وما أشقاه ذلك الذي تعمد أن يغرس نصل غدره في عين الشام هذه العين التي لا ترى إلا كل جميل وكانت تراه كذلك في زمرة عيالها ولكنه خرج عليها وعليهم وأدمى قلبها قبل أن يدمي منها الأعين التي لن تعمى يوما عن الحق وستظل مبصرة طريقة حريتها شاء من شاء وأبى من أغبى قبل أن نذهب إلى فاصل أود إجابة سريعة منك لها علاقة بما تؤمن به من قيمة يضيفها الشاعر إلى شعره والكاتب إلى إبداعه بشكل عام عن أولئك النفر من المبدعين الذين أحباهم الله نعمة الكتابة لكنهم يقولون نحن ننأب بأنفسنا عن أي ظروف عن أي إشكالات عن أي صعاب ونريد أن نكسب الجميع ماذا تقول في حق هؤلاء؟ تفضل هذا يذكرني بمقولتين الأولى الساكت عن الحق شيطان أخرس والشاعر الذي يسكت عن الحق هو أيضا قد تشيطنه وإن لم نقل بالمعنى المبدئي وهو كذلك نعم على الأقل أنه من على المعنى اللغة وأنه ابتعد عن أن يكون إنسانا يبتعد عن أن يكون صادقا والأمر الثاني ذكرني بهذه الفكرة التي هي فكرة مشركي قريش نعم الذين يريدون أن يكسب الجميع قالوا تعالى أعبد إلهنا يوما ولنعبد إلهك يوما هكذا نكون قد جمعنا الكلمة ولا نحن ننفر منك ولا أنت تنفر منا في الحقيقة أستاذي الحق أبلج والباطن لجلج يا سلام لا يوجد هناك تميع للحقيقة لا يوجد هناك هدر للمبادئ الحق واضح وله أهله والباطن واضح وله أهله ولا يساوم الأحرار عليه ولا مساومة على الحق ولا مساومة على الحرية ولا على المبدأ حسن ولا على الأصل ولا على الهوية ولا على الثقافة ولا على الدين ولا على الأصالة كلها أقانيم وكلها مبادئ ثابتة ثبوت الجبال الرأسيان أحسن أما هؤلاء فهم كأوراق الخريف تمر عليه الشمس فيصفروا وتذروه الرياح ولا تعرف تسقطهم ذات الشجرة حتى تجدد خضرتها حتى تستبدلهم بشيء أخضر أحسنت نحن خضرتنا خضرة الزيتون التي لا تبلغ يا سلام لسنا أعشابا تنبت في أصل شجرة ثم تأتي عليها الشمس فتحيلها صفراء إما لفأس الفلاح وإما لكف الرياح وإما لعود ثقاب يجعلها رمادا كأن لم تكن شيئا يا سلام أجملك متواصلون شعرا وإجابات لا بد أن الكثير من القصائد العالية ما زلت تخبئها وآن أوانو كشفها وإظهارها لكن بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا ترجمة نانسي قنقر حياكم الله أعزائنا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نحن في بيت القصيد وفي ضيافتنا الشعر السوري الجميل جدا بمقوله وبجميل أثرها الشعر محمد زكريا الحمد أهلا بك وأستاذ محمد مرة أخرى حياكم الله مرحبا ومربحا على قولكم الله يحفظك قبل أن نذهب إلى نقاش جديد نريد قصيدة هذه القصيدة سماها صديقي الشاعر حسن قنطار المحرقة يا سلام حرف يغازل خاطري حرف يغازل خاطري لأصدقه والليل وحي لا يواعد زندقه حرف يغازل خاطري لأصدقه والليل وحي لا يواعد زندقه سيؤول الناجون خلف قصيدتي وجهين من ليلة غداة المحرقة يا الله فعلى صهيل النجم أرسم ثورة حتى جبين البحر يكفر أزرقه يا الله الحب نافذة السماء الحب نافذة السماء فلن تجد قلبا كوجه النائحات موسقة ضوآن ليلي واستواء قصيدتي ضوآن ليلي واستواء قصيدتي ما بين لونهما رؤايا معتقه من عمق دجلة قد نحت وسامتي يا السلام من عمق دجلة قد نحت وسامتي غصنا تسقفه العيون الزنبقة جد العراق جد العراق وعمتي شامية جد العراق وعمتي شامية والرست في شهبائنا ما أذوقه مهلا على نهر الحنين مهلا على نهر الحنين لعلنا نحتاج دمع الأمهات لنطلقه الله شوق عصي في مرافئ مقلتي من رسم إدلب فاعتلته المشنقة من رسم إدلب فاعتلته المشنقة من واحة السحر احتملت ظنونها نبضا كواه البعد حتى أحرقه الله أمل يطرز بالنزيف أمل يطرز بالنزيف وسائر نحو لبته السهام مفوقة لكنه والأرض همس حبيبة حضن السنابل كي يزين مفرقه موت شريف والسنون تعده لا حلم يعبره غداة المحرقه مهما تكاثف في المحيط بغاثه فالنصر يجمع ذلكم ليفرقه فالنصر يجمع ذلكم ليفرقه قصيدة فيها من الشجون ما فيها أستاذ محمد وربما تقودني إلى السؤال فيه من المشاكسة ما فيه هل مفروض على الشعر أن يكون بطلا في قصيدته وبطلا على الأرض أم من الممكن أن يكتفي بواحد أيضا هذا يرجعني ذكرت لي أن التعبير الشعري بين الموروس الخالد والطريف أكيد الجديد العابر ذكرتني دائما أنا أحب أن أستمد من التاريخ من جذورنا حسان من السابت لم يكن بطلا في الميدان كان بطلا في اللسان كان بطلا في اللسان في مقوله نعم لذلك قال وهو في قصد يقول لساني وسيفي صارمان كلاهما ولكن هو في الحقيقة سيفه ما كان صارما إلى الحد الذي يجعله بطلا ومع ذلك كان أثره على الأرض أبلغ من سيوف الأبطال أمثاله لذلك قال أهجهم وروح القدس معك والله إنه لأوقع عليهم من السهام هذا البيان لذلك أستاذنا الحبيب الشاعر يعمل بكل طاقته فإن كان طاقته أن يكون بطلا على الأرض واستدعى ذلك فإننا نرجع إلى عبد الرحيم محمود سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاو الردى فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدى لذلك يؤدي الشاعر رسالته كونه شاعرا عليه أن يكون بطلا في البيان مناصرا لقضايا أمته يجب عليه أن يكون بكل ما يستطيع بكل ما يملك أن يكون مدافعا منافحا محاميا عن عرض أمته وعن عرض قضيته لكن الضريبة في هذه الحالة ستكون باهظة ولا شك ضريبة الشاعر الذي يقف بجانب قضايا أمته نعم هذا أيضا يرجعون إلى شوق قف دون رأيك في الحياة مجاهدا إن الحياة إن الحياة أقيدة وجهاد وجهاد إذا كل الأنبياء وكل الرسل وكل المفكرين وكل العظماء وكل الوطنيين في العالم حتى في غير بلادنا ما الذي خلدهم ما الذي جعلهم على ألسنة الناس ما الذي جعلهم في سفر الخالدين هو صدقهم في ناحية من النواحي في مبدأ من المبادئ وغير الصادق يذهب مواقفهم صدقت مقالاتهم نعم كانوا على قدر كلمتهم في أفعالهم فحق لهم أن يخلدوا في نقوس الناس وكذلك في صفحات التاريخ أعطنا من صفحات التاريخ صفحة جديدة في الحقيقة أستاذ الحبيب لو تسألنا ما الذي جعل بعض الشعراء يخلدون بقصيدة أو يخلدون بمقطوعة من أبيات صدق الموقف بمثلا بيت من الأبيات القصيدة مثلا الزينبية أو مثلا قصيدة من زريق ابن زريق لم يحمل لنا منه التاريخ إلا ربما هذه القصيدة نعم ومع ذلك تجري على كل لسان في كل زمان ومكان كأنها بنت وقتها لا تعذي لي فإن الأذل يوجعه قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه يا سلام قد جوزت في نصعي حدا أضر به من حيث قدرت أن النصح ينفعه ينفعه أعطنا من شعرك الآن وزدنا تفضل أستاذ محمد هذه أيضا قلق جريح نعم فضل أقلبني على قلق الصفيح أقلبني على قلق الصفيح أرافع في محاكمة المسيح يا إلهي وتذروني الحجارة قيد دمع فيأبى القلب تسليم الذبيح وتحملني الرياح إلى سؤالي أيرضى الليل إيواء الضريح يا الله وترميني الشموس إلى غيابي لأرشف من غياه به نزوحي على شبرين من صبري ربيع الأمل على شبرين من صبري ربيع تألق بالرصاص المستبيح على وجه رواء من غضون أرقشها من الألم الفصيح وتحبون الشظايا حقل ود تدندن في مواسمه قروحي ليزهر بالندى ميعاد نجمي ليزهر بالندى ميعاد نجمي ويسخر بالنوى ميلاد روحي يا سلام أمن لون النسيم بنيت بيتا يعانقه المدى إبان بوحي فخاصرت الشآم وأحتويها فخاصرت الشآم وأحتويها كمثل الصبح في شفة الطموح وفي الشهباء أحرقني حروفا كوجه الأم في العيد المشيحي وللخضراء من دمنا وريد وللخضراء من دمنا وريد يعانده النوى فجر النزوحي حدودي لا يساورها اختراق حدودي لا يساورها اختراق فبوح النار تلهبه جروحي إلى وطني مرافئ من قصيد تسامق في صواريها سفوحي نوارسها تعشش في خدودي يا الله فيغض البعد محدود الجنوح فيغض البعد محدود الجنوح دي أنا نجنح الآن إلى حديث من نوع آخر أنا وأنت يعني بحكم أنك عشت ولا تزال تعيش في بلد لا يتحدث العربية إلى أنك كنت مصرا على تعلم لغته لتنقل مشاعر أدبائه إلى لغتك العربية عن تجربتك في اللغة التركية وكيف ترجمت قصائد لكبار الشعراء الأتراك وحاولتها للعربية وحبذا لو تطلعنا على نموذج معين تود أن نتطلع إليه أو أن نقف عنده قليلا تفضل أستاذ محمد أول ما جئت إلى تركيا سكنت في مدينة اسمها مرعش في التاريخ وهو اسم عربي قهرمان مرعش سميت فيما بعد قهرمان مرعش بعد حروب الاستقلال لأنها تحمل ميدالية الاستقلال في تركيا هي أول بلد تخلص من الاستعمار في قصة جميلة جدا ليس الآن ممكن لا يوجد مجال لسردها هذه المدينة هي عاصمة الشعر في تركيا منها أفضل سبعة شعراء في العصر الحديث من الأتراك يسمون يدي جزال آدم بمعنى سبعة رجال جميلون أو جيدون هذه المدينة مدينة الشعر مدينة الأدب عاصمة الشعر والثقافة منهم شعر القدس الذي رحل منذ عام تقريبا أو عام نصف نعم شعر نوري باكديل بمعنى اللسان الطاهر انظر إلى الاسم نوري باكديل اللسان الطاهر في الحقيقة أنا عندي حب للغات تعلمت اللغة التركية وقرأت روايات مثلا هناك رواي كبير وما زال يعيش اسمه مصطفى كطلو قرأت رواياته بعد سنتين من قدومي له عنده روايات قرأتها مثلا رواية نور مثلا السوق ذو الرياح وكذا وكذا له عدة يعني روايات قرأتها بعد ذلك بدأت أقرأ الشعر التركي وحقيقة فيه تأثر بالثقافة العربية فيه تأثر مثلا من أعظم شعراء الأتراك مثلا نجيب فاضل نجيب فاضل قصا كوريك تجد اسمه في كل مكان هذا شاعر إسلامي يعني أصولي أصيل هذا الشاعر من أشهر شعراء له تأثر كبير بالشعراء العرب ويكتب على العروض له يعني عدة دواوين مثلا شاعر النشيد الوطني التركي محمد عكف أرسوي أيضا من كبار الشعراء يوجد مثلا ثلاث شعراء بهاء الدين وعبد الصمت الشعراء كثير لكن نريد أن نتوقف عند تجربة الترجمة ونقل أحاسيس الشعر التركي إلى اللغة العربية أعطينا نموذجا لو يتوفر معك كان مثلا ممكن نقرأ لشاعر قدس باكديل رحمه الله هذا يعني لقبه شاعر قدس ودائما كان يضع على رقبته الكوفية الفلسطينية صحيح ويضع يحمل عالم فلسطين له قصيدة طويلة جدا من عدة صفحات يتحدث فيها عن قدس والأمل باسترجاعها ويعني رفع الظلم عن أبنائها هذا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعني رثاه يوم توفي نعم وتحدث بحقه كلاما طيبا كبيرا تماما كقصائده الكبيرة أعطينا هذه الترجمة هذه فقرة من قصيدة له قصيدة بعنوان الأمهات والأقداس أقداس جمع قدس هنا نعم للشاعر نوري باكديل عش زمن الطور عش زمن الطور لتعرف أين القدس يا سلام فأنا أحمل القدس مثل ساعة في يدي إن لم تضبط على القدس مواعيدك يضيع وقتك كله سدى يا سلام وتتجمد وتفتقد عينك البصر تعالى كن أما لأن الأمهات تصنع من الأطفال أقداسا يا سلام جميل تعالى كن أبا عندما يصير الرجل أبا تولد القدس في قلبه يا سلام امشي يا صديقي وليكن في قدميك عزم من القدس ليكن فيك عزم مقدسي من الشرق أم من الغرب لا بد أن نرى طفلا زاحفا نحو القدس فأنا منذ القدم من الشرق زحفت والأمهات يبحثن عني في كل مكان يا سلام فكر عالي وشعور للأمانة وإن ترجم ونحن نعلم أن الكلمات حينما تترجم من لغتها الأم تفقد القليل من براعتها وشعور صاحبها فتصلنا منقوصة المشاعر لكن ومع ذلك إلا أن إحساس الشعر وصلنا حسنت أستاذ محمد وفعلا هو شعر كبير ويستحق كل هذه الإشادة وكل ما قيل بحقه وكذلك كل ما سيقال بحقك حيا ومسيرة عمر ممتد أستاذ محمد أوشك الوقت أن يدهمنا أو يداهمنا كي لا يغضب اللغويون نريد قصيدة تختارها مسكا للختام من أشعارك هذه المرة قصيدة الختام لك أن تختار القصيدة التي تود إلقاءها وتحب قراءتها علينا تفضل سأختم ب هناك أخيرك بين قصيدتين قصيدة كتبتها عن مدينة أنطاكيا نعم والثانية والثانية هي عن الثورة تشبه الماضي أعطنا القصيدة الثانية لنجدد عهد حب الثورة في نفوس كل المتطلعين إلى الحرية وإلى مصافحات النهار الذي يستحقهم ويستحقونه وعلى أنطاكيا وكل البلاد المسلمة كل المحبة تفضل قصيدة الثورة أم أنطاكيا خذنا إلى الثورة نعم هذه سبع ليوسف تفضل في الذكرى السابعة للثورة السورية كتبت هذه سبع ليوسف والثمان لثورة يوسف سبع سنوات أفرج ونحن في الذكرى الثامنة تفضل سبع ليوسف والثمان لثورتي يعقوب أبصر والعزاء لمقلتي يا الله سبع ليوسف والثمان لثورتي يعقوب أبصر والعزاء والعزاء لمقلتي سبع ومبدأها حروف سعرت طوفان حق يصطل من شعلتي سبع وخيمتها وخيمتها مناف أقحلت فيها الطفولة أنسئت أجلت فيها الطفولة أنسئت لرجولتي سبع مضين ورايتي أسطورة تهب السنة خفاقة بمعرتي إن كان أنكر حقنا في عصبة عصبة الأمم نعم فالحق يزرعه الوليد بغوطة الوليد الأمم إما الطفل وإما الوليد ابن عبد الملك يعني هنا ثنائيات يجب جميع إن كان أنكر حقنا في عصبة فالحق يزرعه الوليد بغوطة توريئ ذكية في شامنا شهبائنا أو إدلب في حمصنا في غابنا أو رقة حوراننا في ديرنا أبطالها أعزازنا أحرارهم في نجدة من جامع من شارع من وازع ومزارع أو راهب بكنيسة شعبي ويحياها المعالي جمة فوارة موارة بمسيرة مهما تكاثف ظلمهم بطريقنا لا لن أغير نيتي عن وجهتي يا سلام مهما تكاثف ظلمهم فبريقنا يهدي الصراط شهيدنا في جنتي الله أنا أستعير ملامحي من حمزة أي حمزة رحمة الله عليه رحمة الله عليه ورضي الله عنهم أيضا ثنائيا هنا أنا أستعير ملامحي من حمزة رمز الشهادة كالنبي بحضرتي الله الله ما أجملك أيوب لا تيأس فإني سائر ولد المحال حرائر من أمتي الحرائر موجودات والأحرار كذلك موجودون ولا يساومون لا على عقيدتهم ولا على حقهم في أوطانهم حرة لا يعبث بها ظالم ولا يتحكم بمصيرها دخيل قبل الختام رسالة إلى ذاتك الشاعرة وإلى كل حر يحمل هم وطنه ويبدع بكلمته رسالة تقف أمام نفسك عندها ماذا تقول؟ أقول لنفسي ولكل من أمثله ولكل من يمثلني تفضل لا بد أن نبقى على الحق حسن لا بد أن نتمسك بالحق عظيم قد يظهر ذلك صعبا قد يبدو النفق طويلا ولا شك قد يبدو الليل مظلما ولكن لا بد من النور في آخر النهار حسن وإن كان للباطل جولات فإن للحق جولة تعيد الحق إلى نصابه وتعيد الحق إلى أصحابه والحق أبقى والحق أبقى والحق أعلى والحق أغلى إن شاء الله حسن شكرا جزيلا لك شعرنا السوري المميز كثيرا والجميل بإجاباتك كما كنت جميلا بقراءاتك الأستاذ محمد زكريا الحمد مشاهدين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد في الأسبوع المقبل بإذن الله وحوله وقوته يتجددوا لقاءنا وإياكم وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب المنا دائما نكون في أمان ورعاية الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر